ترميم جامعي ومأدنة الملوية تصل مراحلها النهائية ضمن مشاريع إعادة تأهيل المواقع الأثرية الأعمال شملت فرشة ورصف الأرضية وإعادة ترميم جدران السور الداخلي واستحداث مساحات خضراء وبناء السياج الخارجي إن مشروع تطوير المواقع الأثرية الشاخصة في مدينة سامراء كان من أوائل المشاريع التي تم إحالتها ضمن مشاريع قانون سامراء عصمة العراق للحضارة الإسلامية هذا المشروع يتكون من ثلاث مكونات هو تأهيل الملوية وتأهيل قفر الخلاف الأثري وتأهيل قفر المعشوق العمل جاري حاليا في تأهيل جامع الملوية وتأهيل قفر الخلافة هنا نحن في جامع الملوية حاليا من أعمال جارية حسب المواصفات الفنية والآثارية المعتمدة لدى دارة الصيانة والحفاظ على الآثار وكذلك منظمة اليونسكو يشمل عمل عديد من الفقرات منها تطبيق المسارات الخارجية بالطابق الآجر الفرشي بإضافة إلى عمل الحدائق الخارجية وزراعة الورود وعمل الجلسات الخشبية العدد ماتة 25 جلسة لاستقبال الزوار إضافة إلى عمل السياج خارجي بنائي بالتشفقي بإضافة إلى عمل حديد فوق السياج وهناك عمل أعمال أخرى منها صيانة جدران الجامع بسبب التشققات التي حصلت بسبب صيانة السابقة تأتي هذه الأعمال بمواصفات فنية تحاكي الواقع التراثي للموقع والتي جاءت ضمن توصيات هيئة الآثار والتراث العراقية حيث لاقت هذه الأعمال الرضا لدى المهتمين بالأرث التاريخي الكبير اليوم تشهد المواقع الأثرية سواء في مواقع سامارا حملة صيانة وعمار هذا الموضوع حقيقة مهم جدا وخطوة بالتجاهة الصحيح من أجل إظهار الآثار بشكل يليق بها بتاريخ العراق وحضارته وعمق الحضاري والتاريخي هذا الموضوع حقيقة مهم جدا ويظهر المدينة وآثار العراق وسامارا بشكل مظهر يليق بها ويستقدم السياح والوافدين قصر العاشق والمعشوق وجامع أبي دلف أهم المواقع الشاخصة في مدينة سامراء والتي تنتظر أن تعود إلى زهوها من خلال إعادة صيانتها وتضمينها بمشاريع الصيانة للمدن الأثرية في العراق لبرنامج صباح الخير يا عراق حامج السامراء صلاح الدين موسيقى